مساء الفل عليكم لسه برضو بنحكي عن الإمام الشافعي كنا بنقول إنه تفردت شخصيته هو كان بيحضر نفسه إنه يبقى فقيه مدني في المدينة يعني من أصحاب مالك ابن أنس إنما تميزت شخصيته فيما بعد فصار يقول رأيه سواء خالف رأي مالك أم وافقه بدأ يتجرأ ويقول رأيه بدأ يتجرأ ويقول رأيه خدوا بالك ده الإمام مالك مش أي حد يعني بدأ يقول رأيه سواء وافق رأيه لإمام مالك أم خالفه دون أن يتعرض لمالك نفسه بنقد كان مؤدف جدا في نقده ولكن بعد ذلك وجد بعض الناس يغالون في أمر مالك ويقدسون آثاره وثيابه وكان لمالك كل سوى يتبركون بها في الأندلس وكان إذا قيل قال رسول الله يجيب الناس أجاب هؤلاء وكان إذا قيل قال رسول الله يجيب الناس قال مالك دخلنا في حتة صعبة جدا رد بقى عليهم الشافعي قال إن مالكا بشر يصيب ويخطئ بيقولك بدأوا يقدسوا القلونسوة بتاعته اللي هي العمة بدأوا يملسوا عليها ويتبركوا بيها ده دي مصيبة يعني فقال لهم لا مالكا بشر يصيب ويخطئ وأخذ ينقضه ووضع في ذلك كتابا سماه خلاف مالك وقرر فيه أن لا رأي مع الحديث ولكنه طول كتاب عنده سنة احتراما منه لما كانت أستاذه ثم نشره على الناس فكان يقصد بذلك وجه الله تعالى ولا يقصد التشهير بأستاذه ده جزء بسيط يوريك أخلاق هذا الرجل العظيم لأ الناس بتقدس مالك وده شيء غلط وحش مش هيفهمه حتى اللي بيقوله فحاول يقولهم حاجة ما نفعش كتب كتاب سماه خلاف مالك وحطوا شوية حطوا سنة مش قادر ينشره وفي الآخر نشره لوجه الله تعالى عشان الحق بس لأن ده شيء خطير على الدين فعلا انتقد الشفعي أيضا آراء لأبي حنيفة والأوزاعي وناله بسبب ذلك متاعب ومشاق بيقول الرازي أحد المؤرخين الناس كانوا قبل زمان الشفعي فريقين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي أما أصحاب الحديث كانوا حافزين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه كانوا عاجزين عن النظر والجدل وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سؤالا أو إشكالا أسقط في أيديهم وأصبحوا عاجزين متحيرين طيب هنقول بقى دول أصحاب الحديث هنقول بقى أصحاب الرأي بس بعد الفاصل احنا كنا بينقول بقى أصحاب الحديث قبل الفاصل اللي هم حافزين الأخبار بتاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عاجزين عن النظر والجدل وكلما حد يقول لهم على حاجة رأي أو سؤال أو إشكال ما يعرفوش يردوا دول بنسميهم أصحاب الحديث أصحاب الرأي بقى كانوا أصحاب النظر والجدل النظر يا جماعة هو المناظرة المناقشة بالضبط كده فكان أصحاب الرأي أصحاب نظر ومناقشة وجدال إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسنن الآثار يا جماعة هي الأخبار الأخبار عن الشخصية يعني فلا أصحاب الرأي 100% صح ولا أصحاب الحديث 100% صح أما الشافعي فكان عارفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطا بقوانينها وكان عارفا بأداب النظر أو المناظرة والجدل قويا فيه وكان فصيح الكلام قادرا على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة وكل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كافية فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث بقول اتنين سوا سوا كان الشافعي يتحرط دقة فيما يرويه الرواه منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه ناس طبعا بتألف ويقولك ده منسوب عن الرسول فكان الشافعي بيتحرط دقة بقى فيما يرويه الرواه منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشترط على من يروي الحديث أن يكون صادقا اشتهر بصدقه وورعه وتدينه يفهم ما يرويه ويكون حافظا له وأن يكون قد سمع الحديث مباشرة ممن يروى عنه يعني يكون سمع الحديث من اللي بيروي يعني العنعنة دايما نقول العنعنة بتضيع المفهوم يعني قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان الحديث بيوصل حاجة تانية فقالت الشرط أن يكون قد سمع الحديث مباشرة ممن يروى عنه اعتبر الشفعي الإجماع حجة بعد القرآن الكريم وذلك بعد أن وضع له قيودا وشروطا تبعد عنه الفوضى وكان يكره الابتداع في الدين ويرى أنه لا يجوز لإنسان أن يقول في الشريعة برأيه إلا إذا كان أساس هذا الرأي القياس القياس بقى يعني إيه؟ الحق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لأن الاتنين بيشتركوا في علة الحكم أو سبب الحكم الرازي بقى بيقول أعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرستو إلى علم المنطق وكنسبة الخليل ابن أحمد إلى علم العروض الجملة الحلوة اللي تقالت دي أن النسبة الشافعي إلى علم الأصول زي أرستو في المنطق وزي الخليل ابن أحمد في العروض الجملة الجميلة دي بننهي بيها حلقة النهاردة ونتقابل بكرة أجين ونتقابل بكرة مرة أخرى مع الإمام الشافعي ترجمة نانسي قنقر